لا زال الحراك الاجتماعي يصنع الحدث في عاصمة الغاز والبترول ورقلة حوالي خمسون بطلاً بمنطقة الزيينة يقومون باحتجاز أربعين شاحنة كانت سبع منها متجهة إلى حاسيم سعود البطلون ورغم حيازتهم على كشوف عمل مسلم من طرف الوكالة الولائية للتشغيل تتيح لهم العمل بالمؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار وجدوا أنفسهم مقصيين لأسباب تبقى مجهولة ولكن للأسف الشديد رحنا للمؤسسة ورفضونا رفضاً قاطعاً قالوا لك أنتم ما عد كمش حق لأن الأوفر هذا رانا خادمين بيه ولما فهمناش كيفاش من هذه الحكايات هذه نخارجين أو توريزي من هنا يا من لا نام ولا بحال نتقابله برفض تام وطريقتها السوفية قاع كل يرانا من الجزائريين ومعدناش حقوق يقول لك تخرجوا من لا نام لا نام خرج المسؤولية يعطاونا لبيل تتاعنا ورئيس المدير هذا تعلان تيبي تعدي يا راش ولا أنه جاه شعب ولا أنه جاه بطالين واستقبلهم أصحاب الشاحنات وجدوا أنفسهم هم الآخرين رهينة وسط المحتجين بعد أن شلت حركة المرور في وجوههما رغم تعليمة الوزير الأول عبد الملك سلال القاضية بالتكفل بانشغالات شباب المنطقة غير أن بعض الأطراف ترفض تنفيذها لدواء غير مفهومة حسب البطالين ما يضع قرارات الحكومة الأخيرة وبحسب المحتجين رهينة المصالح الذيقة للقائمين على المؤسسات البترولية بالجنوب الكبير وتدفع بالبطالين للخروج للشارع وصب الزيت على النار ترجمة نانسي قنقر